على كل الأحوال زي ما زمنتنا العزيزة مريم سميح عرفتنا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروع المختلفة أنا كل صيخة أن هوندا مش هتسكت وهي كمان بدورها هتعرفنا أهم من منشتات في الصحف العالمية والمحلية كم بتقول ايه بعد الفوز العريض ماشي ومبدأين طبعا أنا وكريم وفريل إعداد عدنا جبنا قبل الحلقة يعني أهم من منشتات وأهم ما قيل والتويتات كمان المختلف على قد ما نقدر في إيجاز علشان نقول لحضراتكم برضو كيف تحدث العالم بعد مباراة يعني الأهلي أولا صحيف الديلي مال البريطانية طبعا دي واحدة من الصحف العريقة جدا في بريطانيا قالت كده تحديدا منشات حصرة أمريكية بعد هدف المصريين فانت بتتكلم أن كمان قالت تغييرات من قبيل حصرة وحزن لوصف مشاعر سياتل ساوندرز الأمريكي بعد هدف الأهلي القاتل فانت بتخيل برضو الصحافة كيف تتحدث ومش هدف وخلاص ما قال لكش فوز وخلاص لا تحدثوا بشكل يعني أعتقد يستحقوا النادي الأهلي عندك كمان موقع أم أل أس سوكر الأمريكي قال سيناريو دراماتيكي بيقصي سياتل من كاس العالم وشدت كمان الموقع أو أقال من مستهل الخبر يعني على أن الأهلي وجد الفوز الدراماتيكي في نهاية المباراة بعد تزديدة ارتطمت فيه العرضة ثم ارتدت مجددا لأفشة ليتغلب على الحارس استفان فري موقع كمان عندك فوت ميركاتو ده هنا بنتكلم فرنسي شوفوا احنا رحنا لموقع بريطانية وأمريكية هنروح كمان لفرنسا الموقع تحدث كده أن المباراة كانت متوازنة إلى حد ما بين الفريقين مع ميول في اتجاهها نحو التمديد للأشواط الإضافية يعني أنت لو تتفرج على المباراة تحديدا في الشوت الأول تقول المباراة دي هتخلص يعني أشواط إضافية إلى حد كبير لكن اللي حصل فيه الشوت الثاني كان مش هقول مفاجأة لكن كان أمر إلى حد ما متوقع وحصل بشكل جميل واحترافي في ديئة 88 طبعا تحديدا نتكلم كمان هذا الموقع وقال أن الأهلي حيواجه العملاق ريال مدريد المرشح الأوفر الأكثر حظا في كاس العالم للأندية عشرين اتنين وعشرين بص كمان عندك كريم من ماركا ماركا تحدثت وقالت الأهلي ملك أفريقيا العظيم في مواجهة ريال مدريد يعني وصفت الأهلي الصحيفة بملك أفريقيا العظيم واللي سيلتقي مع ريال مدريد في مواجهة مرتقبة يوم الأربع المقبل صحيفة كمان أو موقع إي أس قالك انتصار رائع للأهلي بشباك نظيفة جديدة واتكلم كمان من مستهل الخبر قالك لشك أنها هزيمة مؤلمة بالنسبة لسياتل ساوندرز اللي شعر بخيبة أمل فقد فشلوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم في الشوت الأول ده بالنسبة للصحف والمواقع لما لفنا كده جولة حول العالم تعالوا نشوف كمان أبرز التويتات عامر عبدالله المري بيقولك مبروك ليه الضعيم الهلالي الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد مباراة كلها معاناة أحدثها إصابتها بطاقتها رغم حتى الغيابات قبل وأثناء المباراة إلا أن شخصية الهلال لا تهتز أنه الهلال في كل مكان وزمان وعلى الأرض وقارد نحن هنا بنتكلم عن طبعا المطش الأولاد الوداد والهلال السعودي وعلى فكرة الهلال السعودي برضو خلينا نقول بصراحة لعب مطش حلو جدا لعب مطش حلو جدا تعالوا برضو نشوف اتحدث نفس الشخص على الأهل يقال إيه قالك روح الفانيلا الحمرة برضو من الأستاذ عامر عبدالله مثل مسلسل ليالي الحلمية حلقات لا تنتهي فيها روح الفلاح والباشة والعامل والأستاذ الأهل حاجة كبيرة في الوطن العربي وإفريقيا تطلع الرؤية نفسها انت فاهمي زي وبعين هو يتحدث عن النادي اللي بيمثل بلده وبعد كده يتحدث عن النادي الأهلي وبشكل محترم جدا ويليق حقيقي بحجم النادي الأهلي آخر حاجة عندك طبعا حفيظ دراجي قالك ألف مبروك للأهلي المصري العظيم بلوغ نصف نهائي حكاس العالم للأندية بعد فوزه على سياتل ساندورز بهدف دون رد والعديد والعديد من التويتات لشخصيات عامة في مجال الرياضة وغيره وشخصيات سياسية بالمناسبة كتير تحدثوا برضو عن فوز النادي الأهلي وكل تويتة من دول الناس اللي هي بتبقى public figures شوف كم بقى متابع وكم ألف متابع وكم ألف ريتويت وحاجات زي كده لو تفرجي بعد ماتش ريال مدريد كمان هتلاقي الأرقام دي هتتضاعف لأن أكيد نسبة المشاهدة عالمية وانت بقى إيه اللي حصلت معك وفوزت يعني يونابر نوز يا سلام من بقى كلمات بالسام عموما ونفيش حاجة بعيدة عن ربنا ولا بعيدة عن قدرات والروح القتالية العالية جدا اللي موجودة عند كل لاعب في النادي الأهلي على حدة بإذن الله نجد ما يا سرناك بإذن الله سام متابعتنا للقاء القادم بين الأهلي وبين ريال مدريد اشتركوا في القناة